على أصوات القذائف لا على أصوات التغاريد والتهليل يستقبل العراقيون أعيادهم منذ الغزو الأمريكي وبحرقة الخاطر وبهلع المنكوب يدفنون ضحايا التفجيرات التي حرمت أطفالهم متعة المرح والسرور مدينة الصدر شرق بغداد على هذه الحال استقبلت عيد الفطر بعد أن ضربها تفجير في أواخر رمضان وخلف ضحايا وجرح وأضرارا بشرية حولت أجواء التحضير للعيد إلى طقوس مآتما قضوها وحيدين بدون حكومة ترعى أو مسؤول يواسي استقبلناه بحزن واستغناء بواتشي يعني تأثرنا حيل وما يعني شيء بالعيد وهذا العيد مو معيد مع كل الأسف يعني بمن استقبلناه استقبلناه بها المعانات المتضررون جراء التفجير كانت المعانات مضاعفة لديهم بعد أن تهدمت بيوتهم ولم تسعفهم ظروفهم الاقتصادية الصعبة لإعمارها فنصبوا الخيام واتخذوها مسكنا ربما لن يكون مؤقتا نظرا لانعدام المساعدات الحكومية التي من المفترض أن تقوم بواجبها في حالة النكبات والأزمات صدمة التفجير دفعت أهالي الصدر للرجوع بالذاكرة واستعراض معاناتهم وسرد يومياتهم المأساوية حيث الخدمات لديهم متردية أساسا والحال الاقتصادية تتراجع من سيء إلى أسوأ وفوق ذلك كله سلسلة التفجيرات التي تفاجئهم بين الحين والآخر يعني بهذه الحالة ما أفعله؟ ما أفعله؟ ما أفعله؟ ما أفعله؟ ما أفعله؟ ما أفعله؟ يعني عائلتنا جوال طابوق نحن ندمرنا يعني تأذينا أنا رأس عشرين زرار هذا ابني عشرين خياط هذا ابني صار عنده شمرة هذه بتعتها صمام خمس عشرة سنة مضت وأعياد العراقيين مقرونة بمصطلحات الموت والغربة والفقر والتشرد والابتسامة المختنقة شكرا